الخبر اللي جاي ليه علاقة بسياسة مصر الخارجية اللي دائما بنأكد وإحنا شايفينها رؤية العين يعني إنه بالتأكيد فيه اختلاف علاقات مصر الخارجية في الفترة الأخيرة من حيث تنوع وتعدد وفتحنا أفاق جديدة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي على المستوى العسكري تدريبات عسكرية مشتركة مع كتير من الدول لما نتكلم عن دولة زي اليونان أو أبروس وهنا عشان يعني نختص بالخبر اللي بنتكلم فيه هي علاقة متميزة حصلت كتير من اللقاءات والزيارات بشكل كبير وبشكل مكسف في الفترة الأخيرة ومن بعد ترسيم الحدود واكتشاف حقول الغاز الطبيعي وتدريبات مشتركة ما بين هذه الدول التلاتة فالمسألة خدت بعد آخر أكثر تميزة النهاردة معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصيرين بالخارج استقبلت نائب وزير الخارجية اليوناني ده علشان كانوا بيبحثوا مع بعض آخر الترتيبات الخاصة بالنسخة التانية من مبادرة إحياء الجزور من مقرر إناقاد هذه المبادرة في العاصمة البريطانية لندن أواخر شهر أكتوبر الحالي